عندك مناسبة نفسك تعملي ترطاية سهلة وبسيطة واقتصادية تعالي اقولك ازاي تعملي ترطاية حلوة كده ببيضة واحدة بس كبية لربع كريمة وكمان جناش مش هنسيع شوكولاتة طب ازاي عايزكي تكمل الفيديو للنهاية وتعمل اللايك وشير للفيديو لو اول مرة بتشوفيني وتشوفي الترطاية الحلوة لسهلة البسيطة جدا دي عملتها ازاي كلنا منتحدى بقى غلاء الاسعار وعايزين ناكل حاجة حلوة في البيت وكمان تكون اقتصادية ما تكلفنش كتير يلا بينا نسمي الله ونصالح على رسول الله ونبتدي في الفيديو على طول سبسكراب القناة اول مرة تشوفيني بقى يلا اول حاجة هنحضر جيك مع بعض عندي بضاية كباية من السكر وتكون البيت بدرجة حرارة المطبخ ونص معلعة فانيليا وربع كباية مياه مغلية وكمان رشة ملح صغيرة وبالمضرب نبدأ ان احنا ندوي بالسكر كويس قوي ونضرب البيت معاه كمان يعني نضرب البيت مع السكر مع المياه لمدة دقيقتين تلاتة وبعد كده ننزل بنص كباية من الزيت وتقدروا تعملوا الخطوة دي في الخلاط لو عادينا تستهيلوا اكتر على نفسك بس انا حبيت اعملها لكم بطريقة اسهل من السهولة تمام تقليب 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 لحد ما السكر يدوب بعد كده هننزل بالمواد الجفة هيكون عندي كباية ونص من الدقيق دقيق متعدد الاستعمالات نزلت بكباية وقلبت بالشكل ده كده هدخل الدقيق في المواد الجفة حلو قوي وبعد كده هنزل بنص كباية دقيق التانية وبعد كده هنزل بنص كباية دقيق يبقى كده كباية ونص من الدقيق وانخلهم ومهمة جدا طبعا خطوة النخل ننخل دقيق حلو قوي كمان هضيف معلقة من النشا ومعلقتين ونص من الككاو الخام اللي من غير سكر مش الككاو بتاع الشور بلاقي ككاو الخام وكمان معلقة كبيرة من تكون معلقة مليانة كده وحلوة انا استعملت يكشيف ولازم طبعا احنا ننخل كل المكونات الجفة حلو قوي نقلب نقلب هنحس ان الخليط تقيل شوية كده ومش عايز يمشي كويس قوي في المضرب وتقيل كده مش عايز يمشي تمام هنعمل ايه بقى عشان نفك كل الكلام ده يكون عندي نص لكبات مية مغلية وهنزل على خليط الكيك بالشكل ده وهقلب بالراحة جدا طبعا انا مصرعة الفيديو شوية بس انا كنت بقلب بالراحة لحد ما يبقى القوام بالشكل ده انا حسيته تقيل معايا شوية يعني يعينك ميزانك تقدري تتحكمي في السيولة بتاعت العجين بتاع الكيك بانيكي لقتي تقيل شوية فتضيفي معلقة مية لقتي خفيف بتضيفي معلقة دي فانا في حالتي هنا لقيته تقيل شوية فضفت معلقة مية من الحنفية عادي خالص وقلبت وضبطت القوام بتاع الكيك بيكون القوام متوسط لا تقيل اوي اوي ولا خفيف اوي هيكون هنا بقى عندي الصينية مقاس عشرين عالية الجوانب كده ومش لازم تكون عالية المهم تكون الصينية مقاسها عشرين لو هتكبر الصينية بضع في المقدار هنعمل ضيفي المقدير يعني الصينية مقاس اربعة وعشرين هتعملي المقدير دي على درجة حرارة مية وتمانين والشبكة في النص وبدخل الصينية بتاعتي هتقعد حوالي من تلاتين لاربين دي لان ده كيك شوكولاتة في كاكاو بيغيب شوية في التسوية هدخل عود شيش وبيطلع نضيف بالشكل ده يبقى كده تمام استويت معي هشيلي الورقة بقى والمورقة دي برضو مهمة قوي عشان تبقى سهل علي في خروج الكيك من الصينية تبقى تبرد شوية على شبكة وهبتيدي ان انا اططحها على اتنين الكاميرا ما كانش بتصور هنا كانت اوف بس انا اسمتها بالنص بالزبط كده بصوا هشة جدا جدا بس ما تقسموهش زي كده وهي سخنة اسبروا عليها شوية لحد ما تبرد عشان احضر الجناش هيكون عندي بقى انا كنت بصراحة عايزة اعملها سريع سريع يعني ما اخدتش معي ساعة جماعة فعملت ايه جبت اللي هي الشوكولاتة القبلة للدهن او يعني شبيهة بالنوتيلا او التقليد النوتيلا اخدت منها متين جرام وكمان عليهم متين جرام شوكولاتة قبل للدهن عليهم خمسين جرام او ستين جرام من الزيت حسب الشيولة اللي انت عايزة تعملي بيها الجناش كمام انا عتزود كده لحد ما وصل معي لخمسين جرام خمسين جرام مناسب جدا يعني ستين هتبقى خفيفة قوي وعلى حمام مياه اوعي ترفعي الكلام ده كله على النار الشوكولاتة هتقفش معاكي او الخليط ده هتقفش معاكي مش هيبقى حلو حمام بخار في حلة تحتها مياه بتغلي وطيت النار وحطيت الطبق لحد ما شوكولاتة وصيحت بالشكل ده مش سيلة خالص لما بتخش التلاجة بتمسك وكمان مش هنغلب في المقذير علشان نحضر الكريمة هيكون عندي نص كبية مياه متلجة ومعلقتين وكمان عندي معلقتين سكر معلقة لابن بودر ومعلقة باستري كريم كمان نص كبية من الكريمة الشنطية وبعد كده اضفت معلقتين كريمة كمان لان كنت حبك كمية الزيت شوية عشان كده اغتلك بكبية لربع كريمة بس بس تقدري تعملي ترطايا دي بنص كبية كريمة بعد ما ضربت الكريمة كويس قوي هضيف عليهم تلات معالق كبار من الجناش او الشوكولاتة بالزيت اللي احنا سيحناها مع بعض طبعا انا حطيت زيت ليه علشان اعايزة الشوكولاتة ما تبقاش جمدة قوي لما استعملها لما اجي حتى اقطع الترطا ولا حاجة ما تبقاش معايا جمدة وتبقى متكسرة وماهم بصراحة مش بيبقى حلوة قوي لما بتخش التلاجة على حالتها دي حالتها الاصلية علشان بقى نعمل الترطايا بتاعتنا اخدت شريحة من الكيك وساقتها بكبية من الميا عليها معلقتين من الجناش او الشوكولاتة المتسيحة وساقت بيها طبقة الكيك كده وحطيت طبقة من الكريمة بشكل ده وفرتتها وسويت الجناب كويس قوي بالشكل ده وحبتدي احط آآ الطبقة التانية من الكيك اقدروا هنا تحشو في النص اي حاجة انتم حبينا تانية او ممكن تستكفوا بالكريمة بس زي ما انا ما عملت الطبقة التانية من الكيك خرمتها شوية كده بعود الشيش علشان اشرب معايا الصوس كويس قوي صوس التسقية ده وحبتدي ان انا اجلسها كلها بقى هغطيها بالكريمة آآ يعني انا جبت كيس اللي هو الكيس الحفظ ده كيس التلاجة وابتديت آآ احط الكريمة على وش الكيك كده والجوانب وغطيتها كلها وابتديت بالاسباتولة اساوي الكريمة كويس قوي افضل رايحة جاية رايحة جاية لحد ما اغطيها كلها اي كريمة زيادة بقى بطلحها بس ايه ما تغوطوش قوي في حتة الكريمة الزيادة دي او تشيلوا الكريمة الزيادة علشان عايزينا تكون وقدة طبقة كريمة كويس هساوي كويس قوي على قد ما اقدر بالشكل ده كده واشيل الزيادات وساوي السطح حلو قوي وابتدي ان انا احط الشوكولاتة اللي احنا سيحناها مع الزيادة بالشكل ده بصوا لمعتها طحفة بصوا ما تعبناش خالص في تسيحها ولا مقادير وانا حط عليها قدقي لبن ولا قدقي مية سهلة خالص نزلتها عشوائي كده واخدت المشط اللي عندي ده ده بتاع اه كان جاي مع طاقمي كده للتجليس وابتديت ان انا امشي بقى بالشوكولاتة على الكريمة عشان تديني الشكل اللي انتو شايفينه ده وحبيت اعمل كده بسيط من الشوكولاتة برضو وبقى شكلها بصوا بسيطة قوي وسهلة جدا جدا ومش مكلفة خالص شوية الشوكولاتات والحاجات دي ما يعني ما تكلفش معانا كتير حطيت كده مالتيزر ابيض وحطيت كريزب ابيض واتنين فلوتس وحبيت اكثر الالوان بالستارز النجمة ده كل ده كان عندي من الاول تقدروا تعملوها سايدة تحطوا خطوط بسيطة كده من الشوكولاتة رشوا على فرماسيل ممكن روزيتات بسيطة وحطتها في التلاجة بقى وبقت بالشكل ده اطعطها طبعا ما تنسوش تخلوها التلاجة شوية قبل التقديم بصوا الجمال لو حبيتوا بقى فيديو النهاردة وعايزون تشوفوني تاني يا ريت ما تنسوه تعملو سبسكرايب للقناة وتعملو كمية لايك والشير للفيديو اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد كان معاكم شايماء حسن من قناة حلوة حادق مع شايماء سبكم في رأيت الله ومعا سليم